مرحبا بكم مشاهدين في الحياة الآن أهم آخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة أبدأها معكم بأهم العنوين الجيش يعلن حفر 14.5 مليون متر مكعب من قناة السويس الجديدة وتصفية إرهابي وضبط 16 تكثيريا في سيناء الحكومة تعلن تخفيض سعر السكر على البطاقة التموينية إلى 4 جنيهات وربع أول سبتمبر والغردقة تستقبل 10 ألاف سائح أوروبي اليوم ارتفاع ضحايا حادث تصادم أوتوبيسين بشرم الشيخ إلى 33 قتيلا وأربعين مصابا وضبط خلية إخوانية لتصنيع العبوات الناسفة في السويس أهلا بكم مشاهدين من العنوين للتفاصيل ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أوتوبيسين بسيارة نقل في شرم الشيخ إلى 33 شخصا بينما أصيب أكثر من 71 آخرين بينهم أجانب من جانبه قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه وصل إلى المستشفى العسكري بطور سيناء 8 جثث و3 بمستشفى شرم الشيخ الدولي و22 بمستشفى تور سيناء كانت حافلتان سياحيتان قد استضمتا بسيارة نقل على بعد 51 كيلو من شرم الشيخ حيث تصادم أوتوبيس لنقل الركاب مع سيارة نقل وأوتوبيس آخر للنقل السياحي أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا طرح ألاف الأطنان من السلع التموينية يوميا في جميع محلات البقالة التموينية على مستوى الجمهورية وأنه سوف يتم استكمال كافة السلع خلال الأيام القادمة كما أنه تقرر استمرار الصرف وحصص شهر أغسطس الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية إلى 4 جنيهات و25 قرشة للمستهلك بداية من شهر سبتمبر المقبل جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شعب البقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية بغرفة تجارة الأسكندرية اليوم بحضور أحمد الوكير رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واللواء متحة عبدالله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين قالت مصادر عسكرية أن قوات الأمن قامت بمداهمة ثلاث بؤر إرهابية بالقرب من جبل الحلال بسيناء وتمكنت من إلقاء القبض على 15 من العناصر التكفيرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأسلحة وصواريخ جراد كما أضافت المصادر أنه عثر داخل إحدى البؤر الثلاثة على رسالة خاصة من قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مدوم بأمين الظواهري لأحدى المجموعات الإرهابية لما قامت به من عمليات ضد الجيش والشرطة في الفترة الأخيرة وكذلك قيمها بتفجير خطوط الغاز الرابطة بين مصر والأردن قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن القوات المسلحة تمكنت أمس من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والمتطرفة بمحافظة شمال سيناء مع أصفر عن مصر عنصر إرهابي والقبض على ستة عشر فردا من المطلوبين أمنيا وضاف المتحدث العسكرية خلال بيان الله أنه تم ضبط وتدمير عرب ملاكي وسبع درجات بخارية بدون لوحات معدنية وتدمير خمس فتحات أنفاق بيتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة لازلنا مع المتحدث العسكرية العميد محمد سمير حيث أكد أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال يومين من ضبط وتدمير تلاست أنفاق جديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن عدد 1699 نفقا حيث ضبط 12 فلسطينيا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي المصرية وضبط ثماني درجات بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم في رصد الدوريات الأمنية بشمال سيناء في نطاق الجيش الثالث الميداني تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 3.5 طن من نبات البنجو المخدر بمنطقة رأس غارب بخليج السويس وتم ضبط 40 فدان لنبات البنجو المخدر بمنطقة وادي فيران بجنوب سيناء في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكن حرس الحدود من ضبط عربة بدون لوحات معدنية يستقلها أربع أفراد وبحوزتهم جهاز كشف عن المعادن بمنطقة مرسع عالم كما أكد أيضا المتحدث العسكرية أن إجمالي الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة بلغ 14.5 مليون متر مكعب حيث أوضح أن عدد الشركات التي استلمت قطاعات للتنفيذ حتى الآن بلغ 48 شركة بخلاف كتيبتي طرق مضيفا أنه من المنتظر وصول 10 ناقلات أتربة صباح اليوم إلى موقع العمل لصالح كتائب الطرق قال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أن قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس تمكنت من القبض على أعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان تتخصص في صناعة قنابل بدائية الصنع وضف أن إحدى هذه القبائل البدائية أو هذه القنابل البدائية انفجرت الأسبوع الماضي في طالب أزهري بالسويس خلال قيامه بإعداد القنبلة وهو المتهم الرابع بالقضية والذي اعترف تفصيليا على أعضاء الخلية قال محمد عبد الغني مدير أمن هيئة النقل العام أنه تم تغيير خط سير خمس قاطرات بترام مصر الجديدة من المطرية إلى جراج ألمازة لتفادي وقوع أي انفجارات جديدة بالمكان وذلك عقب انفجار بترام مصر الجديدة مساء أمس أكدت أيضا وزارة الداخلية في بيان لها أن الانفجار أصفر عن حدوث تلفيات بالترام وتدمير المكان الذي كانت مزروعة به القنبلة دون وقوع أي إصابات وضف البيان أن رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات مشطوا مكان الواقع تحسبا لوجود أي تعبوات ناسفة أخرى وجاري تكتيف الجهود الأمنية لضبط أي مشتبه به في هذه الواقع وإلى الشأن السياحي حيث استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم 10 ألاف سائح أوروبي على متن 60 رحل الطيران دولية وصلت المطار اليوم قادمة من المطارات الأوروبية المختلفة وذلك استمرارا لتضفق السياحين الأوروبيين على المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر أوضح مصدر بالمطار أن الرحلات التي وصلت اليوم معظمها قادم من إنجلترا، روسيا وألمانيا بالإضافة إلى عدد آخر من الرحلات قادمة من دول أوروبية أخرى مثل تشيك وأوكرانيا وسربيا وهولندا وبلجيكا فيما أضاف المصدر أن المطار استقبل 1300 راكب اليوم على متن 10 رحلات داخلية قادمة من مطاري القاهرة وشرم الشيخ حالة المستمرة معكم مشاهدين بعد هذا الفاصل فقط ابقوا معنا أهلا بكم من جديد أدى المئات من أهالي قرية إهوى ببني سويف اليوم صلاة الجمعة بعد افتتاح المسجد الكبير بالقرية بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة بني سويف قررت الحكومة منح مهلة نهائية للمستثمرين ثلاث سنوات فقط لاستكمال زراعة المساحات المخصصة لهم بمشروع توشكا أم هلهم وزير الزراعة دكتور عادل بلتاجي أسبوع لتقديم جدول زمني يحدد مراحل الاستصلاح والاستزراع في هذه المساحات سنوات من الإهمال يعاشها مشروع توشكا الذي أطلق في عام 1997 إلا أنه مع تولي رئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عادت توشكا إلى الواجهة من جديد وبدأت الحكومة في الإجراءات التنفيذية لإكمال المشروع بعد زيارات من جانب رئيس الحكومة إبراهيم محلب والوزراء لتفقد الأوضاع في المشروع الذي لم يكتمل آخر القرارات الحكومية لإحياء توشكا كانت إعطاء وزارة الزراعة مهلة ثلاث سنوات للمثثمرين للانتهاء من زراعة الأراضي المخصصة لهم بالإضافة لاسترداد نحو 17 ألف فدان التي لم تستصلح لتوزيعها على شباب الخريجين ضمن مشروع المليون فدان التي أعلن عنه الرئيس السيسي وزير الزراعة عادل البلتاجي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تيسيرات للمثثمرين لإكمال مشروعتهم في توشكا قبل نهاية 2017 وهو المشروع الذي قد يزيد المساحة المزروعة إلى 25% من مساحة مصر بدلا من 5% فقط كما هو الوضع حاليا كما يوفر مئات الألاف من فرص العمل عبر جذب المثثمرين لإقامة مشروعات زراعية وصناعية في توشكا وخلال الأسابيع الماضية بدأت الشركات مالكة الأراضي بتوشكا في تقديم جداول زمنية لمشروعتها مما يعطي مؤشرا على شعورهم بجدية الدولة في إحياء المشروع مرة أخرى بعد 17 عاما على بدايته يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة في زيارة تستغرق يومين على رأس وفد فلسطيني للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للتشاور معه حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة من الغارات الجوية الثلاثاء الماضي استهدفت أراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة معلنا بذلك خرق الهدنة المتفق عليها هذا وقد أصفرت تلك الغارات الجوية عن العديد من الإصابات بتشهد منطقة الألف مسكن حالة من الهدوء وسط تجديدات أمنية في شارع جسر السويس وذلك تحسبا لأي أعمال عنف من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي فيما تسود حالة من السيولة المرورية واستغياب لمسيرات عناصر التنظيم المزيد من التفاصيل بينضمننا على الهواء مرسلنا أحمد فرج هيطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل والمشهد من هناك صوتا وصورة أحمد برحب بيك والتفاصيل عندك تفضل شريف وأنا برحب بيك يعني يوم هادئ في مجمله باستثناء فقط بعد صلاة جمعة اليوم انطلقت ثلاثة ظهرات من أماكن مختلفة من ميدان النعم بمنطقة المطرية ومن مسجد حمزة تظاهرة محدودة العدد لشباب الإخوان يعني قاموا بالسير في منتصف الطريق وتعطيل حركة المرور وسرعان مفضوا أنفسهم فور ورود إليهم معلومات بتوجه قوات الشرطة بالإضافة إلى أيضا يعني منطقة الظهراء بعين شمس التي شهدت انطلاق تظاهرة محدودة العدد وأيضا سرعان مفضوا أنفسهم ومنطقة أيضا عين شمس التي شهدت انطلاق تظاهرة بالإضافة إلى مسجد الخلفاء بالخليفة المأمون الذي شهد انطلاق تظاهرة في النهاية لم تستطع قوات الأمن من القبض على أي من من شاركوا أو قادوا هذه التظاهرات ليصبح المشهد هنا في شارع جسر سويس القريب من ميدان الألف مسكن وعلى غير العادة كما تظهر لك الصورة الآن لم يتم إغلاقه اليوم نتيجة لهذا الهدوء الذي تشهده المنطقة وهنا بميدان الألف مسكن كما تظهر لك الصورة يعني تواجد أمن مكسف لا بد أن نشير أيضا يا شريف إلى نقطة همة وهو ترام المطارية بشارع الترولي بمنطقة مصر الجديدة الذي شهد أمس يعني عبوة ناسفة استهدفت هذا الترام يعني يشهد تواجدا أمنيا مكسفا في محاولة من وزارة الداخلية للقبض على المجؤولون الذين قاموا بإلقاء هذه العبوة الناسفة على الترام في غير ذلك تشهد المنطقة هدوءا في المجمل العودة لك يا شريف مشكرك شكرا جزيلا مرسلنا أحمد فرج طلعنا على تفاصيل الصورة من جسر السويس شكرا مرة تانية أحمد فرج ومن جسر السويس إلى الهرم حيث يشهد شارع الهرم حالة من الهدوء والسيولة المرورية وانتظام في حركة السيارات صباحا اليوم الجمعة واستغياب تام لقوات الأمن أمام قسم الطلبية وبطول الشارع المزيد من التفاصيل هيطلعنا عليها مرسلنا محمد مبروك محمد أنا برحب بيك وتفاصيل المشهد عندك أيضا صوتا وصورة مرحبا شريف طيب الله وجماعتك بالخير أولا بالفعل هناك حالة من الهدوء تسود الآن في منطقة الهرم حيث من المعتاد أن تخرج مسيرات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في عدة مناطق خاصة في منطقة الطلبية هناك أيضا تشكيل واحد من تشكيلات الأمن هناك انتظام لحركة المرور التشكيل الأمن الوحيد يتكون من ثلاثة عربات أمن مركزي كبيرة فضلا عن عربتان تابعة للقوات الخاصة أو العمليات الخاصة وعدد من العربات الصغيرة البوكسات التابعة للمباحث تم تمشيط شارع الهرم عدة مرات بالإضافة إلى شارع الطلبية بعدما خرجت إحدى المسيرات التابعة لبعض شباب الجماعة الإرهابية ولكن قوات الأمن تمكنت من تفريق هؤلاء الشباب على بعد ثلاثمائة متر داخل شارع الطلبية باتجاه الترسة ولكن تم القبض على أحد الشباب فقط بعدما تمكنت الشرطة من تفريق هذه المسيرة أما بالنسبة لشارع الهرم فهناك حالة من الهدوء التام انتظام في حركة المرور سهولة مرورية في الاتجاهين المؤدي إلى منطقة الجيزة وإلى منطقة حضائق الهرم هذا تقريبا هو الوضع العام شريف في منطقة شارع الهرم وهدوء أمني وحذر ومسيرة واحدة والقبض على واحد أشكرك شكرا جزيلا مرسلنا محمد مبروك وزمننا محمد مبروك الحياة طلعنا على تفاصيل الصورة وطيب الله جمعتك أنت كمان يا محمد بيحتفل اليوم عشرات المواطنون بتأبين الضابط الشهيد باسم فاروق الذي استشهد العام الماضي في العريش على أيدي إرهابيين في وقت اعتصام رابع سيقام ندوة دينية في نادي القاهرة بحضور أسرة الشهيد وزوجته وأبنائه ووالدته حيث ستقوم إدارة النادي بإطلاق اسمه على أحد الحدائق بحضور قيادات الداخلية والشباب والرياضة أيضا من هناك مرسلنا محمد الريس هيطلعنا على تفاصيل أكثر حول المشهد محمد برحب بيك والتفاصيل عندك تفضل نعم شريف أهلا بيك يعني كما ذكرت الآن الحالة هنا في هذه الندوة هي حفلة لتأبين الشهيد باسم محسن فاروق وكلها يعني كما قلت من معلومات تواجدت هنا في الندوة اليوم بعض الأفراد من من يحيطوا بأسرة الشهيد كذلك زوجته ووالده ووالدته وأسرة الشهيد هذه الندوة يحضرها بعض القيادات من الأزهر الشريف أو بعض الشيوف الأزهر الشريف للتحدث عن أهمية فداء الوطن أو حتى عن الاستشهاد وفداء الوطن اليوم أيضا تم في نادي القاهرة وهو النادي الذي تقام به حفلة التأبين افتتاح تراث وحديقة في النادي باسم الشهيد باسم محسن فاروق وذلك لكي تكون في النادي ما يخلد ذكرى الشهيد تمام محمد يعني هما وصلوا بالفعل ولا لسه ما وصلوش هل حاولت أنك أنت تتكلم معهم أو مع أقارب الشهيد قدرت تعرف الحالة العامة اللي بيشعروا بيها النهاردة ايه بعد اللي بيحصل في مصر من تطورات ولا ما قدرت شرسة أن هما أنك أنت تتواصل معهم أو ما وصلوش بالفعل نعم شريف وبالتأكيد هناك حالة من الحزن تعم بشكل عام خاصة أن الشهيد كان قد سقط فيه منذ عام أو أكثر بقليل بعد العدوان على قسم ثالث العريش وهو الذي كان يسعى لدفاع عن القسم هو وزملائه في قوات الأمن المركزي الأسرة وبعض الأفراد متواجدون هنا لحضور الندوة وهي ستبدأ بعد قليل فعليتها كذلك الحالة هنا بشكل عام هناك تأثر من أسرة الشهيد والمحيطين بهاء الأقرباء وغيرهم وذلك لرفض بشكل عام العدوان على أي من الأرواح سواء كانت من المواطنين أو من رجال قوات الشرطة بشكرك شكرا جزيلا مرسلنا محمد الرئيس أطلعنا على تفاصيل الصورة من هناك شكرا لك محمد الرئيس مشاهدين في نبع عاجل أمام حضراتكم على الشاشة الآن فتح طريق شرم الشيخ الدولي بعد إزالة آثار حاد التصادم أوتوبيسين بسيارة نقل والذي راح ضحياته 33 قتيلا و41 مصابا الآن حدث فتح طريق شرم الشيخ الدولي بعد إزالة آثار حاد التصادم الأوتوبيسين بسيارة نقل والذي راح ضحيته 33 قتيلا و41 مصاب وإلى حملات الداخلية وحملات الأمن المصري حيث قال الواء سيد شفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إن قوات الأمن نجحت في مداهمة عدة بوار إرهابية في خمس محافظات وتمكنت من ضبط سبعين من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثير الشغب والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة وأيضا المطارطين في الاعتداء على المقارات الشرطية والتحريد على العنف ضد رجال الجيش والشرطة وضاف إن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها التي تستهدف البوار الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين أمنيا تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان المصري كمال الشناوي والمعروف بدون جوان السينما المصرية وأحد رواد فن التمثيل ولد محمد كمال الشناوي في الـ 26 من ديسمبر من عام 1921 في مدينة المنصورة وتخرج في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كما التحق بمعهد الموسيقى العربية وعمل بعدها مدرسة للتربية الفنية لمدة عامين ثلاثة أعوام مروا على وفاة دون جوان السينما المصرية كمال الشناوي لم ينقط خلالها إقبال الجمهور على مشاهدة أعماله بعد أن استطاع الوصول إلى قلوب المصريين عبر مسيرته التي استمرت لنحو 60 عاما ولد محمد كمال الشناوي في الـ 26 من ديسمبر من عام 1921 في مدينة المنصورة وتخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كما التحق بمعهد الموسيقى العربية وعمل بعدها مدرسة للتربية الفنية لمدة عامين وخلال عمله في أحدى مدارس أسيوت شارك في مصرحية لفريق المدرسة وجذب انتباه المحافظ الذي قدمه للمخرج نيازي مصطفى والذي أعطاه فرصة للتمثيل في فيلم غاني حرب في عام 1948 هذا الفيلم كان بداية مسيرة الشناوي الفنية النجاح الذي رافق كمال الشناوي طوال مسيرته كان له فيه العديد من الرفاق الذين قدم معهم سنائيات فنية نجحة وأشهرهم شدية التي قدم معها نحو سلاسين فيلما وإسماعيل ياسين وغيرهم الكثير من أشهر الفنانين وعلى مدار نحو ستين عاما قدم الدنجوان حوالي سلسمة فيلم أشهرهم شمس لا تغيب والهارب والكرنك كما لم يغب عن شاشات التلفزيون منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي فقدم العديد من المسلسلات النجحة وبعد رحلة فنية حافلة بالأعمال الهامة توفي كمال الشناوي بعدما ترك بصمة في السينما المصرية وأصبح فنه مدرسة يتعلم منها من يريد من عاشق التمثيل حتى الآن رياضيا بحل نادي الزمالك اليوم ضيفا على نظيره الهلال السوداني على أستاذ الخرطوم في ختام مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا جدير بالذكرى أن الفريقين ودع البطولة فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع بيستضيف نادي أتليتكو مدريد الإسباني في الحادية عشر مساء اليوم وطن وريال مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله حياة الآن مستمرة معكم مشاهدين بعد هذا الفاصل بس تقبل ضيف الدكتور إبراهيم العقيلي الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرية الخليجية بعد هذا الفاصل فقط ابقوا معنا مرحب بكم من جديد مشاهدينا والحديث يدور هنا عن الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة دور دول الخليج في دعم الاقتصاد المصري كيف يمكن لدول الخليج أن تكون داعمة في مصر أو داعمة للاقتصاد المصري هي دول الخليج كانت داعمة للاقتصاد المصري طوال الفترة الماضية ولكن بنسب متفاوتة وفي أوقات وظروف أيضا متفاوتة الاقتصاد المصري بيحتاج لدول الخليج ولكن برؤية مختلفة وبشكل مختلف وبدعم أيضا ربما يكون مختلف كل الأسئلة دي هيجاوبني عنها ضيفي لمشرفني في ستوديو الحياة الآن دكتور إبراهيم العنقيل الخبير في شؤون الاقتصادية المصرية الخليجية برحب أحدثك معنا دكتور يا أهلا وسهلا مرحب بك مرحب بمشاهدين مشرفتنا دكتور يعني إمتى المواطن المصري يبدأ يشعر بالعائد الاقتصادي للمشروع العملاق اللي هو مشروع قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس لا خلينا نقول وجهة نظر الناس اللي بره إيه في الكلام ده تمام الناس اللي في الخليج أو في الوطن العربي عامة شايفة أن المشروعات القومية النهاردة هي مشروعات تطرح للمواطن المصري في السابق كانت المشروعات القومية تطرح لمجموعة من رجال الأعمال أو بعض من رجال الأعمال لخدمة أجندات أو مصالح شخصية النهاردة المشروعات القومية التي تطرح في مصر فهي تطرح للمواطن الكادح المصري الذي يحتاج إلى وقفة الدولة بجواره ليه الشعور ده ما كانش موجود عندهم قبل كده؟ لأنه ما كانش فيه كان فيه نوع من فقدان السقة في المشروعات كان فيه في جدية المشروعات وكان فيه نوع من فقدان السقة في الدولة القيادة القيادة الدولة في اتجاه المشروعات وتجاه العجلة الاقتصادية والتنموية بدليل أن احنا 30-40 سنة تعطلت مشروعات عديدة تعطلت المشروعات الاقتصادية تعطلت عجلة التنمية وقفت تماما عند نقطة واحدة وهي بعض المشروعات الصغيرة التي لا تنفع الاقتصاد بشيء بس الكلام ده مش بتثبته الأرقام يعني بالأرقام قيل بأن الاقتصاد المصري بلغ أقصى مراحله في معدل التنمية باتكلم في المرحلة الماضية يعني وصل ل7% وده كان أعلى مستوى يصل للاقتصاد المصري ويصل للاحتياطي النقدي المصري اللي مصري عادت تصرف منه كتير بدأ فيه بعض الخبراء الاقتصاديين يردوا على ده يقولوا لا الصورة ما كانتش كده ربما كان هناك عدم عدالة في توزيع العائد التنمية على المجتمع المصري احتكرتها شريحة معينة لكن كان فيه تنمية تمام كان فيه تنمية بس تنمية كام كام في المية من كام التنمية كلمة مطاطة التنمية يعني مشروعات تطرح يعني شركات تعمل يعني عائد على المواطن طالما فيه تنمية طرحت مفيش عائد على المواطن إذن التنمية تمر في نفق ضيق جدا ما حدث في الفترة الأخيرة من أرقام لازم نوضح للمشاهد يعني ايه ارقام لان الاقتصاد رقم 7% في فترة من الفترات كان المصريين سنة 2010 بيحولوا 7.5 مليار دولار لمصر المصريين في الخارج المصريين العاملين في الخارج بيحولوا 7.5 مليار دولار دولار الان المصريين العاملين في الخارج بيحولوا 20 مليار دولار عدم ثقة في الادارة الحكمة ده نقطة من آخر السطر فبالتالي نهارده أصبح في 160% زيادة في تحويلات المصري إزاي إحنا هنا نقدر نستفيد من هذه التحويلات إزاي نقدر نستفيد من الروح دية إحنا هنا كدولة وكحكومة مصرية مهم جدا أن إحنا نعيد السقة للمغترب المصري أو المواطن المصري في الخارج المشروعات اللي طوري حدية حديةك شايف أن هي بترجع له السقة هي دي اللي أنا عايز أوصل لها وأتكلم فيها في السابق هرجع بس بفلاش باك على بعض الموضوعات في السابق كانت الشركات القطاع الخاص تطرح مشروعات على المواطن المصريين في الخارج وتبتزهم وتحصل على فلوسهم بنسب فوايد 22 و23 و60% و40% و50% وما كانش فيه نقابة من الدولة تمام النهارده الدولة تدخلت لشراكة مع المصريين في الخارج فأصبح السقة ما بين الدولة وما بين المواطن أعلى من سابقه تمام عايز أنتقل بحضرتك للنقطة اللي أنا بدأت بيها إمتى يحسوا إن عائد قناة السويس بدأوا يشعروا بيه على أرض الواقع إمتى هم حسوا 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 فعلا لما يبع عندي 14.5 مليون متر مكعب تم حفرهم وفيه 365 يوم حيخلص المشروع وعندي 6 مدن على جانبي المشروع تمام وعندي 44 مشروع من تعدين وليوجيستي وخدمات حرة وخدمات منطقة حرة على جانبي القناة النهاردة في 26 شركة خليجية تستعد للدخول لتنمية قناة السويس في 110 رجل أعمال من دول خليجي ودول عربية يستعدوا لضغ سيولة حقيقية لتنمية مشروعات على ضفاف القناة عند دول الخليج هنا والشركات الخليجية حضرتك بصفتك خبير خليني أسأل دول الخليج كانت داعمة كانت داعمة حتى للنظام الأسبق نظام الرئيس الأسبق مبارك وكانت تساعد بشكل أو بآخر إيه الفرق بين دعم الخليج النهاردة ودعم الخليج فيما قبل لازم نعرف أن العلاقات وليه حضرتك ابتسمت لأن العلاقات المصرية الخليجية على مستوى العلاقات المصر بالدول العالم كلها هي العلاقات الوحيدة التي تنمو بسرعة تمام ليه؟ لأنه في شراكة في السابق ما كانش في شراكة الآن في شراكة في السابق كان الخليج والوطن العربي ما هو إلا سيولة ودعم النهاردة في شراكة في مشروعات حقيقية على الأرض الواقع فأصبح المواطن الخليجي رجل العمال الخليجي القيادة السياسية الخليجية يعني عندها ارتياح نفسي للمشروعات التي تطرح في مصر يعني حضرتك عايز تقولي زمان كانت مساعدة النهاردة شراكة؟ شراكة زمان كانت مساعدة النهاردة شراكة؟ النهاردة شراكة يعني فيه فرق في الاستراتيجية نفسها في التعامل طبعا طبعا إحنا النهاردة لما نطرح المشروعات القومية بعقلية التسعينات نخسر نطرح المشروعات الكبرى بعقلية الألفية أو القرن الواحدة وعشرين نكسب يعني فيه فرق ما بين بحبك وبساعدك أو بحبك ومشاركك بس بحبك وبساعدك مش هطول في مساعدتك تمام إنما بشاركك على المكسب والخسارة عارف أنا هنا رجع لي نفع المصالح تتصالح تمام البيزنس ما عندوش عواطف الأرقام بتحكم أنا حديك مليار عايز كام هاخد نسبة كام ففيه شراكة استراتيجية حقيقية في الوقت الحالي ما بين دول الخليج ومصر العلاقة علاقة الدول الخليجية بمصر بعد ثورة 25 يناير أصابها جزء من الفتور تمام ثم عادت إلى النمو بعد ثورة 36 ثم عادت إلى النمو أكثر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقالد الحكم في البلاد تمام ليه؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيمثل جزء كبير من الزعامة المفقودة على مدار سنوات عديدة تمام وبيمثل أمن وطني لدول الخليج وأمن حقيقي سياسي واقتصادي وسقافي المنظور للرئيس عبد الفتاح السيسي وبيمثل أمل وبيمثل أمل لما قال لك مسافة الطريق تمام طيب إذا حبيت أن أسأل حضرتك في نقطة تانية مهمة مسألة الدول الصديقة لمصر ومشروع هذه الدول أو هذا المؤتمر الدولي للدول المانحة أو الدول الصديقة لمصر المفروض إمتى يتم هذا ليه تم إطلاقه ولم يتم حتى الآن البدء التنفيذي في هذا المؤتمر وإيه اللي المفروض ناقص علشان يتعامل حتى يتم هذا الأمر حلو كان عندنا فلسفة وفلسفة طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى الاستراتيجية اللي وضعتها الحكومة المصرية بعد تولي الرئيس عفتاح السيسي مقاليد الحكم إن أنا أطرح مشروعاتي أقف على أرض صلبة أعمل تنمية حقيقية وبعدين أطرح مؤتمر المنحين يعني ده تم التخطيط ليه؟ تم التخطيط ليه؟ يعني تم التخطيط إن إحنا نعمل كده الأول ثم نشرع فيه دعوة مؤتمر المنحين تمام بدليل إن طرحنا ثلاث مشروعات مشكلة متنسى لا لا طرحنا ثلاث مشروعات كبرى في مشاركة عربية في ثلاث مشروعات كبرى في شركات تستعد للدخول لتنمية المشروعات الكبيرة القومية الكبيرة أصبح النهاردة مؤتمر المنحين مش مساعدات مؤتمر المنحين شراكة فغيرنا الاستراتيجية اللي حنتكلم فيها في المستقبل مع الدول الخليجية والدول العربية أنا مش عايزك تساعدني زي ما حضرتك قلت بتحبني وحساعدك أنا عايزك تشاركني في مشروعاتي فالشراكة النهاردة في مؤتمر المنحين أكثر من المساعدة والهبات والمعونات اللي لا تفيد الدولة ولا تفيد اقتصاد الدولة وتهدر أموال كثيرة جداً في حالة إن إحنا نرتكز على الهبات والمعونات إمتى نقدر نوصل لرقم 7% معدل نمو مع توزيع عادل الدخل بعد 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات هنصل إلى 8.5% 8.5% ودايماً دايماً الاقتصاد بيحتاج جزء من العدالة العدالة الكاملة غير موجودة فجزء من العدالة في التوزيع المشروعات جزء من العدالة في توزيع الاقتصاد في توزيع بعض الحصص في طرح المشروعات الكبيرة في طرح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة النهاردة إحنا لفترات كبيرة اشتغلنا بعقلية تكاد تكون رجعية في المشروعات الصغيرة أهدرنا أموال كثيرة على المشروعات الصغيرة دون جدوة وده سؤال مهم وده فعلاً قضية مهمة يعني قاطرة التنمية إحنا عشنا فترة كده بنقول إن قاطرة التنمية في مصر هي المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر النهاردة احنا فيه توجه تاني المشروعات العملاقة هي قاطرة التنمية فيما يبدو ده معناه ان احنا هنننسى المشروعات الصغيرة نخليها على جنب دلوقتي بالعكس الدولة عملت حاجة جميلة جدا وتشتغل عليها في اللوقتي الحالي ان المشروعات الكبرى حيتم عمل ظهير لها مشروعات صغيرة المشروعات الصغيرة تنمي المشروعات الكبرى نضرب مثال في الصين ماركت سيارك بشكل يعني فخم بيصنع المصنع السيارة والصناعات الصغيرة بتصنع الكويتش هنا احنا بنعمل المشروعات الكبرى فيه مشروعات صغيرة حتغزل مشروعات الكبرى والدولة بتشتغل على النصق ده ليه فشلت المشروعات الصغيرة فيما مضى فشلت لأن وانفقت الكثير من الاموال فشلت لأن بعض الدول العربية تستخدم الاقتصاد على انه استثمارات للدولة فقط ما فكرتش بفيه شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص وقطاع العام عندما نصل الى فكر حقيقي تنموي ان هناك شراكة حقيقية ما بين المواطن وما بين القطاع الخاص وقطاع العام سنصل الى مشروعات صغيرة حقيقية ومشروعات كبرى حقيقية الاحتياطي الاضخم في بنوك اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية هو من الدول الخليجية امتى الدول الخليجية تقدر ان هي تأخذ من هذا الاحتياطي انا كنت سمعت لو قال خدنا بس 10% من حجم الاحتياطي اللي مغرق بنوك اوروبا وامريكا اصبح هذا الاحتياطي في مصر تختلف الصورة كليات صاح الشريف المفهوم ده مفهوم لا ينفذ على ارض الواقع الا في اعادة السقة الكاملة للمستثمر الخليجي او للدول او للدول الخليجية اللي احنا فيه ده خطوة على الطريق اللي احنا فيه ده بداية حقيقية لعودة المستثمر المحلي ثم المستثمر الخليجي لان انا عندي نوعين من المستثمرين المستثمر المصري الذي يستثمر امواله في الخارج ومنهم كثيرين والمستثمر الخليجي او العربي الذي يستثمر امواله في الخارج ولا يأتي الى الاستثمار في مصر لان الفرص عقيمة والفرص كانت شمطروحة وهي العمل الاستعلامات كانت تطرح الفرص بشكل غير برغوب فيه فاليوم تم تغيير هذا المنهج فأصبح فيه رغبة حقيقية لعودة الأموال في البنوك السويسرية لعودة الأموال في البنوك الأمريكية إلى مصر سلابد على القيادة السياسية أن تطرح الفرص بشكل منمق بشكل علمي هي مسألة مسألة طرح ولا المسألة مسألة أنا عارف أن الطرح مهم بس هي المسألة طرح فقط ولا المسألة إعاقة الاستثمار نفسه بمعنى أن هناك بعض القيود على عملية الاستثمار وعلى المستثمر سواء كان عربي أو أجنبي أو أوروبي أو من أي جنسية جوى مصر لتنين مطلوبين لتنين لتنين مطلوبين المعوقات الاستثمارية موجودة تحتاج إلى عادة النظر تزليل عادة النظر في قانون نهاية الاستثمار ونؤكد على شيء مهم جدا أنه لابد من وضع نوع من التوأمة ما بين القيادة المصرية والقيادات الخليجية لجذب المستثمر الخليجي إلى مصر عادة النظر في القوانين يرغب المستثمر الدخول للسوق المصري بجميع أمواله وأنا أعرف جيدا أن بعض المستثمرين في الوقت الحالي يبحث عن فرص حقيقية لضخص يولى عليها النهاردة في المشروعات الكبرى المطروحة بدأوا يجدوا فعلا العائد عالي العائد النهاردة للمواطن 12.5% العائد للمستثمر سيصل إلى 26.5% في بعد تاني دكتور بعض الأراء أيضا متجهة لي قالوا كل الكلام ده كلام محترم وكلام مهم ولكن الرغبة الحقيقية تكمن في الخطورة في منطقة الشرق الأوسط هي ما دفع الدول الخليج للتقدم بقوة في اتجاه مصر باعتبار أن إذا مصر حصل لها حاجة بالفعل سوف تنهار هذه المنطقة وبالتحديد الدول العربية هو اللي أدى لهذه الدفعة البعد ده حضرتك شايفه هو بعض كمان مهم ولا مش هو ده البعد المهم فقط لا بالعكس يعني المسألة أرقام واقتصاد بس ولا المسألة اللي اتنين مع بعض لا بالعكس البعد السياسي والبعد الاقتصادي مهم جدا والبعد الاجتماع والبعد الثقافي فيه أبعاد والتجاهات عديدة لابد ننظر لها البعد السياسي اللي بيهدد دول الخليج من الجانب الإيراني من الجانب من الجوانب الأخرى بالعكس ده مهم جدا جدا لجوء لمصر ومصر ما هيش الحماية فقط لا مصر التخطيط مصر التاريخ مصر العمق مصر العمق الاستراتيجي القومي للدول الخليجية والدول العربية الدول العربية والدول الخليجية تفرح لفرح مصر وتسعد لسعادة مصر وتحزن إذا حدث شيء لمصر انتكاسات لمصر لأن ما حدث في سوريا وما حدث في العراق وما حدث في ليبيا لا يبقى إلا مصر أو لا تبقى إلا مصر صندوق تحيا مصر حررتك إزاي شايف صندوق تحيا مصر كفكرة شايف إزاي اللي بيحصل النهاردة في صندوق تحيا مصر شايف مستقبل هذا الصندوق إيه لأنه كمان فيه تخوفات من عدم الاستغلال الأمثل لهذا الصندوق يعني هذا الصندوق المفترض أنه يكون موجه لكذا الخوف أنه يوجه لكذا وكذا 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 فما يبقاش لي ناتج واضح هي فكرة الصندوق فكرة جيدة ولكن فكرة العمل على الصندوق والوصول للناس بها فكرة غير جيدة بمعنى بمعنى طرحنا فكرة في الكويت بدنارك تبني دارك وطلبنا من محافظة البنك المركزي عمل صندوق بعملة الدولة تمام باسم تحيا مصر بس صندوق فرعية من الصندوق الرئيسي لو اشتغلنا على صندوق واحد الصندوق الواحد يا بالجينية بالدولار أنا عايز أستفيد من عملة أعمل بالريال أعمل بالدنار أعمل بالدرهم أعمل بكل العملات باليورو على أساس أن أستفيد من عملة صعبة داخلها لمصر أستفيد من العاملين في الخارج اللي لديهم شغف لدخول مصر لديهم حب للتبرع لمصر مش المصريين في الخارج فقط ولكن أبناء الدول يعني أبناء دولة الكويت وأعرفهم جيدا شيوخ ورجال أعمال ملهمين وملاعين بمصر يحتاجوا إلى صندوق بمثل الدنار الكويتي الدنار الكويتي النهاردة قيمته المالية 25.5 جنيه تمام فبالتالي النهاردة عندما أفتح صندوق وأنا الكلام ده يعني بوجه الكلام للمحافظة البنك المركزي المصري ضرورة فتح صناديق موازية في الدول لجذب عملة وسيولة أجنبية لمصر يعني أنا أفتح في الكويت صندوق بالدينار بالدينار في البراز يعني أصد حضرتك مسألة تحية مصر دي تكون موجودة في كل الدول العربية بعملتها من هنا هأجذب أموال طب وده هيفرق في إيه عن التحويلات بتاعت المصريين هخفف عن المصريين العمولة هخفف عن المصريين الفوادي اللي بتاخدها البنوك هخفف عن المصريين العمولة اللي بتاخدها شركات الصرافة هقدر يعني العشرين مليار دول هيبقوا 30 مليار مثلا 40 مليار هيبقوا اكتر من كده المستهدف فوق 45 مليار المستهدف اذا عملنا كده يبقى فوق 45 مليار يعني النهاردة احنا المصريين العاملين بيرسلوا سنويا 20 مليار دولار تقريبا تمام اذا عملنا صندوق طحية مصر بفروع وفي دول الخليج وفي الدول العربية بعملة هذه الدول المستهدف يبقى 40 مليار تمام انا حوصل للمشاهد معلومة مهمة تمام المشروعات المنتظرة على مدار 10 سنوات من دول الخليج والدول العربية داخل مصر قرابة 200 مليار دولار مبلغ لا يستهدف ليه المصريين في الخارج في الدول الخليجية لهم تأثير في الدول اللي هم فيها وعملين نوع من الشراكة ونوع من الندية ونوع من التعامل والصمعة الطيبة مع الدول والقيادات اللي موجودة في العول الحكومات فمع وجود رئيس عفتاح السيسي مع وجود قيادة حكيمة يعني خلال 10 سنوات في 200 مليار اموال مدارة مدارة داخل القطاع المصري الاقتصادي 10 سنوات القادمة 10 سنوات القادمة في 200 مليار اضافية اضافية عن الواقع الموجود ودي نقطة مهم ليه انت عندك 75% من العاملين في الخارج بيعملوا في دول الخليج منهم نصف مليون في الكويت فاصبح النهاردة استغلالهم انا باعتبرهم ابيار نفطية لابد التنقيب عنهم اطرح عليهم فرص حقيقية اجذب استثماراتهم خلي الحكومة تتبنى طرح الفرص بعيدا عن القطاع الخاص الذي عاش عليهم سنوات واكل عليهم الدهر خلينا نشتغل معهم وكأنهم ابيار نفطية بالنقب عنهم دي مبادرة مهمة جدا لحضرتك تفضلت وطرحتها فيما يتعلق بانشاء فروع لصندوق تحية مصر في دول الخليج بعملة هذه الدول طيب ايه كمان مبادرات حضرتك شايف انها ينبغي ان تطلق في هذا التوقيت في الوقت الحالي عندنا مشروع قناة السويس عندنا مشروع السحل الشمالي مشروع السحل الشمالي مشروع قناة السويس يعني يخد كل الاهتمام النهاردة مشروع السحل الشمالي ومدينة العلمان مشروع غاية في الروعة يعني انا اعرف مستثمرين كوتيين يملكون اراضي في العلمان ويملكون مطارات ويملكون اماكن وزهاب القيادة السياسية أو وصول القيادة السياسية لتنمية هذه المناطق أسعد وأصلك صدرهم ليه؟ لأن احنا عندنا 117 ألف فدان بيتم تنفيذ أو نزع الألغام منها في المنطقة دي في 28 ألف تم توصيل مواد الري أو خرطيم الري لها أصبح النهاردة عندنا 500 ألف فدان في المرحلة القادمة سيتم استصلاحهم وتوزيعهم أرقام ما كناش نسمعها نحلم بها الكويتيين والخليجيين والإماراتيين والسعوديين وكل رجال الأعمال في الدول العربية لديهم القدرة المالية للاستثمار داخل مصر ولديهم الاستعداد أيضا نقطة تانية كمان مهمة موضوع توشكة حضرتك شايف إزاي توشكة كيف يمكن أن يستغل هذا المشروع الاستغلال الأمثل ويحقق النتائج المرجوة منه في ما هو موجود حاليا يعني توشكة ده مشروع طلع زمان وكان هو بيقوله أنه ده قاطرة التنمية أنفق عليه مليارات بعض المستثمرين الخليجيين الكبار بالفعل أتو في النهاية النتيجة ما كانتش على ما هو مرجو أو على ما هو مأمول مؤخرا زرها رئيس الوزراء برفقته سبعة وزراء أيضا بتوجهات من رئيس الجمهورية في إعادة إحياء مرة تانية لمشروع توشكة إزاي نتدارك هذه الأخطاء السابقة ونطلع بتوشكة قدام يعني إحنا لو تكلمنا على توشكة بشكل خاص سنجد أن المستثمر في توشكة ظلم المستثمر اللي ظلم ظلم تمام ليه اشتغل في ظل قوانين عقيمة فأصبح قاطرة التنمية محلك سر نحتاج إلى الوقوف مع المستثمر إحنا في حتاجين المستثمر إحنا في حاجة إلى خدمة المستثمر لابد عادة هيكلة قطاع الاستثمار مرة أخرى وعادة ثقافة يعني استثمار فمشروع توشكة من المشروعات الممتازة والمتميزة والمستثمرين الموجودين على أرض الواقع المتميزين بس لابد لدعوتهم للعمل معهم وعادة الشراكة مرة أخرى بالفكر الجديد الفكر اللي حضرتك اللي بتتبنى الدولة حاليا شايف أنه هو كاف لعادة أحياء هذا المشروع الضخم ليس كافي ليس كافي ليس كافي نحتاج إلى فكر أكثر وعين وأكثر ثقافة وأكثر استراتيجية وأكثر بعد لدينا قيادات تعمل في القطاع الاستثماري تحتاج إلى عادة ثقافة قطاع الاستثماري طب حضرتك ما تقول لي كده اعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا يعني ترجم لي الكلام المحترم ده حل ترجم لي الفكر ترجم لي الاستراتيجية ترجم لي القوانين العقيمة قول لي ينبغي أن يعدل هذا القانون ويغير هذا القانون يعني أحرك قانون جذب المستثمر الأجابي هذا القانون من سنة 86 ومن يعمل على هذا القانون من سنة 76 فهل يستوي أن القانون من 86 ومن يعمل عليه من 76 يتفاعل بعض من 2014 أو يتفاعل مع مستثمر 2014 إذا كان المستثمر 76 اتغيروا ابنه هو المستثمر النهاردة فلابد من إعادة هيكلة فكر القائمين على الاستثمار في الوقت الحقالي دي واحد اتنين طريقة طرح مشروع توشكة مرة أخرى خطر داهم ليه؟ لأن أنا حتطر أن أعمل تصالح مع بعض المستثمرين الحاليين اللي حيسيوا لي في الدول العربية فكرة 3 سنين فكرة مش كافية؟ فكرة 3 سنين كافية بس بشروط أهمها؟ أهمها أن الدولة تدعم أن الدولة تقدم تسهيلات أن الدولة يكون لديها الدافع لتنمية المكان ده بشراكة مع الناس الموجودين على أرض الواقع احنا ما ندورش على طرد المستثمر وطرد المستثمر أو أزيط المستثمر أو لابد الوقوف مع المستثمر في الوقت الحالي نحن نحن في حاجة على شمال حرك بتعتبر إعادة طرح مشروع توشكة موضوع خطير خطر داهم في الوقت الحالي وخاصة أنا بطرح مشروعات قومية كبرى في جميع الاتجاهات ما ينفعش إلينا أسحب أرض من مستثمر وأنا محتاج مستثمر في منطقة أخرى دا فيما يتعلق تسيقل الاستثمار في مصر تعتقد أن هذه المشروعات هتقدر توفر فرص عمل كبيرة للمصريين اللي موجودين ولا مش هتنجح في أن هي توفر فرص العمل بالتأكيد بعتبر أن القطاع الخاص مش قائم على تشغيل الكثيرين يعني تقائم أكثر على الميكانة قائم أكثر على استغلال التطور التكنولوجي وتقليل العمالة قدر الإمكان إزاي تقدر الدولة تحقق المعادلة الصعبة هو علاقة العمل بالقطاع الخاص النهاردة يعني ما فيش علاقة تنظم العمل بينه وما فيش عقود حقيقية كما يحدث في الخارج فالنهاردة القطاع الخاص ليس لديه القدرة على تنظيم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل الدولة لابد أن تتدخل لحماية العامل من صاحب العمل وحماية صاحب العمل من العمل دي نوطة مهمة جدا هنا بنتكلم في نوطة الدولة الدولة أصبحت مكينة كنا بندورها في أي وقت لأن النهاردة الدولة تدير كل الناس في أي وقت ودي نوطة جوهرية النهاردة مشروع قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل 250 ألف فرصة عمل لبروسعيد فقط وأنا طلبت وبطالب القيادة السياسية بتخصيص واحد في المية من داخل قناة السويس لتنمية مدن القناة لتنمية مدن القناة ليه؟ ليه؟ هذه المدن ظلمت كثيراً ظلمت في الحروب ظلمت في خدمات كل المدن الحدودية ظلمت جاء اليوم لعادة الدول دي أو لعادة تنمية الدول دي مرة أخرى المحافظات دي مرة أخرى سؤالي الأخير إذا كان ما بقاش فاضل معي وقت كتير هل الثقافة العربية بدأت تتغير فيما يتعلق بالتعاون والتبادل الاقتصادي وتبادل المصالح والمنافع بين الدول بمعنى لو أنا عندي خلاف مع دولة هذا الخلاف خلاف سياسي خلاف ثقافي خلاف اجتماعي أيا كان هل ممكن أن أنا أتعاون مع هذه الدولة اقتصادياً تعاون ناجح ولا لا؟ لا أتعاون معها اقتصادياً كان زمال لمزعل منك ما كلمكش ما أتعملش معك النهاردة لا النهاردة أنا ممكن أختلف معك سياسياً واتعامل معك ثقافياً اختلف معك ثقافياً واتعامل معك اقتصادياً المصالح تتصالح حتى لو كان في بيني وبين هذه الدولة خلافات سياسية استراتيجية حتى لو كان في خلافات استراتيجية النهاردة الدول مكملة لبعضها في تكامل عربي أنت مع أن تطرق الحكومة المصرية الباب لأي دولة عندها معاها خلاف ما؟ سياسي تطرق الباب للتعاون الاقتصادي مع هذه الدولة؟ إلا الدول التي أضرت مستقبل الشعب المصري إلا الدول التي أضرت مستقبل الشعب المصري وتعاونت مع الأخوان الإرهابيين ضد مصالح الشعب المصري ده مبدأ لا يمكن التفصيل فيه ولكن في جزئية أهم من المهم ولابد التركيز عليها النهاردة إحنا كمصر محتاجين إيه؟ هل في ورقة عمل حقيقية للتعامل مع الدول دي؟ في رأيك؟ هل وضعنا خريطة للتعامل مع الدول رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم خمسة، رقم ستة، رقم عشرة؟ في رأي حضرتك ده حصل أو لا؟ ببطء ببطء ونحتاج إلى أسرع لأن الوقت يداهمنا والدول تنطفض بقاطرة التنمية تحتاج إلى سيولة عالية وتحتاج إلى مساعدات وتحتاج إلى طرح مشروعات أخرى ظهير للمشروعات الكبرى في كل ده كله نحتاج إلى خريطة للتعامل مع الدول فكرة إنشاء مواني زي قنة وفي قنة وفي الأقصر وغيرها وإعادة ترسيم الحدود ده في تنمية اقتصادية واضحة لها مردود مباشر؟ بالفعل عدم ترسيم الحدود كان هدر الأموال يعني أنت كنت بتهدر في السنة 3.4 مليار دولار بسبب عدم ترسيم الحدود لأن الخدمات كانت موزعة ما بين المحافظات وفي أماكن كانت بتأخذ من المحافظات خدمات مرتين يعني منطقة مناطق في برسعيد الكاب كانت تأخذ خدمات من الأسماعيلية وتأخذ خدمات من برسعيد فالمناطق اللي كانت تحصل على خدمات من محافظات عديدة اليوم هذا النزيف وقف راضي بنسبة كم في المية دكتور؟ عما تم حتى الآن؟ بنسبة كم في المية؟ من إطلاق مشروعات من إطلاق مبادرات من خطط من توجهات راضي بنسبة كم في المية؟ راضي بنسبة 60% ولكن لدي تفاؤل بنسبة 90% راضي بنسبة 60% ولكن لدي تفاؤل بنسبة 90% ممتاز أنا عايزك تقولي على حاجة واحدة بس ينبغي أن تتم ولا يعني ما شفتهاش حصلت يعني لم تتم حتى هذه اللحظة اللي ينبغي أن يتم وبسرعة عمل ورقة عمل اقتصادية نطرحها على الجميع وقتين طرح ما إنجز أو تم إنجازه كل ربع سنوي بشفافية وإفصاح لكي نضع المواطن ونضع المنظرين وأصحاب العنجلدات الخاصة معنا في كل شيء صدتني الصورة كاملة ورسالة حضرتك وضحت أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم العنقيلة الخبير في الشؤون الاقتصادية المصرية الخليجية شكرا على وجود حضرتك معنا في الحياة الآن شرفتنا شكرا شكرا كما أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج الحياة الآن تحياتي وطريق البرنامج إلى اللقاء اشتركوا في القناة